هاختم بحاجة ربما تكون صدمة بس صعبة قوي سيدنا الشيخ الشعراء ورحمة الله عليه مرة بتسئل في الولد أو البنت اللي بتضرب أمها أو الولد اللي بيدرب أبوه فبيقولوله إيه الظاهرة دي فقال كلمة خطيرة أو اتفقت أو اختلفت مع الشيخ في هذه العبارة لكن كلمة لازم نقف قدامها فقالوا شوفوا هذا ضد الفطرة الإنسانية التي خلق الله عليها الناس جميعا طيب وبعدين قال فمعنى كده أن الفطرة دي حصل فيها خلل بأمرين أو بأحد أمرين إيه هما قال إما أن يكون الراجل ده رمى يامين طلاق أو حلف طلاق وما تحللش وفي أثناء دي حصل الحمل فأصبح الولد فيه شبهة الحرام أو أن الراجل ده كان بيأكل ولده حرام فتغيرت الفطرة لأن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة الفطرة النقية اللي هي عباطة الله وحده واحترام الأبوين ومكارم الأخلاق لو تركت الطفل ينزل من بطن أمه لا تلقنه شيء لا سجد لله طواعية ولا احترم أبويه ولا ماشى يسبح بالله ولا ماشى أمينا صادقا لا يكذب ولا يعرف شيئا من الأشياء المشينة التي نتعلمها من تلك الدنيا الكاذبة نسأل الله السلامة علشان كده يا سادة يا أفاضل لازم ما نستهترش بيمين الطلاقة ويا عم الحج لما يجي لها كلها كان ردتها أمي يا بيت رواحي مع ابوك ما فيش الكلام ده ربيتها عند مين يا شيخ الجامع عمنا مأزون البلد مأزون البلد ما يعرفش حاجة عم الحج من غير ما تزعل مني ولا مأزون القرية ولا مأزون المنطقة المأزون ده مجرد مع احترامي لإخواننا المأزين على جزمتهم على رأس إنما دي الحقيقة هو راجل خريك كلية شريعة وقانون ومنه خريك كلية الحقوق إيه مهمته بص كده في الأسيمة أمامي أنا فلان الفلان إن عقد العقد عليدي هو مهمته إنه يقول اللي اتنين دول مضوا قدامي وبصموا بس خالص خلص الكلام ما فيش أكتر من كده زيه زي موظف الشهر العقاري اللي حضرتك بتروح تعمل التوكيل عند المحامي عنده عشان كده ما اختلفوش لما حطوا المرأة مأزونة قالوا عادي لإنها مجرد موثق ليترتبوا عليها سوى شهادة أنها رأت الطرفين وهم يوقعوا مبصموا فعشان كده مأزون القرق ما ينفعش يفتف الطلاق ولا مأزون المدينة ولا مأزون المنطقة ولا شيخ الجامعة لازم نرجع لأن ربنا قال كده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون